باعتقادك تحتاج إلى تعديل المادة 127 من الدستور؟ نعم نعم باعتقادي يعني ممكن كون الدستور دائما رفيقا 120 تتكلم عن الجيش وتتكلم عن التزالة 100 127 هي 127 المكان الطبغرافي للتعديل أن نذهب للمادة التي تتعلق بلقات المسلحة وتتعلق بلقات المسلحة وتتعلق بلقات التزالة 100 هل أنا أن نستعرض المادة ونسمع وجه نظرك في التعديل كيف يمكن له أن يكون؟ 127 نحن يعني متعامل كون الدستور دائما لا مش مشكلة تقول تنحصر مهمة الجيش في الدفاع على الوطن وسلامته الفقرة الأولى يبين بقانون طريقة التجنيد ونظام الجيش ومن لرجالهم من حقوق وواجبات فقرة الثاني يبين بقانون نظام هيئة الشرطة والدرك وملاها من اختصاص بالممكن إضافة فقرة إليها أنه يعني يعين أنه يتم تعيين رئيس سيارتكال مشركة ومدير المخابرة العامة بقرار من جلدة الملك تعيينه منتها خدماتهم جميل هاي الفقرة لا تضاف هاي الفقرة مش ممكن تضاف وانا بسأل سؤال الدستوري وانت خبير الدستور الى صلاحيات الملك في مادة في صلاحيات الملك مش في مواد صلاحيات الملك الا يمكن ان تضاف هذه المادة هو الان طوبغرافيا قد تأتي هنا المكان المناسب نعم في نص مادة 32 تكلم عنه الجلال التملك هو القادة الاعلى القوات البرية والبحرية والجوية لكن مكان هذا المكان هو الافضل لانه الاصف مادة 40 دستوري من جلال التملك مارس صلاحيات الموجة بيرادة ملكية وموقع من رئيس الوزراء والوزراء الان بهذا المادة اعتقد انه لا بد من النص على عريض التعيين عن رقم ورد فيه تلك المادة طيب انا رأي احكي عن التعديل الدستوري وحكما احنا بنحكي عن مادتين على الاقل تقدير سيتم تعديلهم من مادة 127 موجة نظر دكتور نوفان وايضا هناك مادة اخرى تتعلق بالهيئة المستقل الانتخاب لكن قبل اني احكي منها احكي عن هذه النقطة استاذ جميل اولا الصلاحية الصلاحية بتعيين قائدي جهاز امنيين شو تحيي لك السياسي لانه يعني الولاية العامة للحكومة ولمجلس الوزراء الشيك تورو فان الحقيقة هذا انا بعتبره امر اشكالي يعني بالنسبة لعودة وزارة الدفاع ودورها متفق عليه وانا ارى انه شيء ايجابي واصلاحي الان هل نحتاج الى تعديلات دستورية ودور جلالة الملك هل في تعيين رئيس سيئة الاركان ومدير المخابرات الحقيقة الان جلالة الملك بعين رئيس سيئة الاركان ومدير المخابرات ولكن ضمن القناة الدستورية اللي هي بتنسيب من مجلس الوزراء ما حدا بعتقد اطلاقا انه تعيين قائد الجيش هو رغبة رئيس الوزراء او هو اللي بقرر هو ينسب وربما كما كان في الماضي يقترح يعني بس سلفا طبعا بأخذ موافقة جلالة الملك ثم دستوريا يعني ضمن الجانب الاجرائي يقوم بالتنسيب رسميا انا بعتقد هذا الامر ما في مشكلة يستمر يعني مش شايف في مشكلة ولا مشكلة في العكس ذلك يعني اذا جلت في الجهتين يعني لا ترى مشكلة سواء كانت صلاحية مجلس الوزراء بالتنسيب او صلاحية تعيين مباشر من الملك طبعا انا اخذ بعين الاعتبار ما اشار له دكتور نوفان من مستقبل الاردن الحكومات البرلمانية احنا مقبلين على مرحلة تصبح في الحكومات البرلمانية بالكامل وبالتالي لها طابع سياسي حزبي الى آخره وصحيح ومن المواسب جدا ان يكون الجيش خارج التجاذبات السياسية احنا شوفنا في بلدان عربية محيطة الجيش هو لحمة الوطن وفي البلدان العالم التالي والبلدان العربية هو صمام امان النظام السياسي وقيان الدولة ولذلك امر حيوي واساسي الحفاظ على هذا الجيش موحدا خارج التجاذبات السياسية ولذلك ما في مشكلة انه يكون السلطة مباشرة لجلالة الملك بتعيين قائد الجيش او رئيس هيئة الاردن دون تنسيب وبالتبعي اه ولكن انا في عندي اشكالي هل ذلك يتطل لان الدستور يعني في هذا الجانب في المادة اللي اشار لها الدكتور 128 مش واضح 127 نعم ليس واضحا بس ضمن الولاية العامة للدولة مجلس الوزراء هو الذي ينسب باي قرار التعيين لأي جهة بس انا مش شايفه امر يعني ملح ومستعجل الان احنا بنقول بنا وزارة الدفاع اه وقت حتى بدون اي تعديل دستوري بترجع وزارة الدفاع الان بدها تبدأ تمارس اه الصلاح طبعا نقل المؤسسات الى سوف يتم بالتدرج ضمن يعني الرؤية العملية الممكنة لهذا الدور في الاثناء مفيش اشي شايف ملح او عاجل يتطلب تعديل دستوري انا مش ضد ولكن اذا بننا نحك لحب تعديل الدستوري انا مش معه انا مش ممكن تكون في تحاوف سياسي انا ذكرته اه احزاب سياسية تصل الى سدة الدوار الرابع هذا نفس الامر يعني ما زال على المدى البعيد يعني نفس وزارة الدفاع في الرسالة الملكية كما في جواب دولة رئيس الوزراء عم نحكي بالتدرج نعم في اخذ دورها ولذلك ليس هناك امرا ملحا طارئا للقيام بهذا التعديل الدستوري بس دقيقة انا مش مع التعديل الدستوري اينما لمسنا حاجة لسبب معين لرغبة معينة نعديل الدستور احنا قعدنا 40 سنة بنطالب بتعديل الدستور وبالاخير حصلنا هذه الحزمة من التعديلات الدستوري انا من اللي بدعو الى حزمة جديدة من التعديلات الدستوري ايضا تستدرك بعض الخلل في بعض النصوص في التعديلات الاخرية ولذلك خلينا انا برأيي ان نتمهل في موضوع التعديلات الدستوري انا بجي اظنى معك رح اجعلك في موضوع التعديل تحديدا وانت ذكرت تقطة مهمة احنا من ثلاث سنوات عدلنا الدستور طبعا كمان بالهيئة المستقلة راح نيجي الهيئة المستقلة تحديدا لكن انا بدي اسمع وجهة نظرك في هذه النقطة الولاية العامة للحكومة او لمجلس الوزراء وهذا التعديل الدستوري بمنح الملك صلاحية تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات كيف تقرأ ذلك؟ أقرأ ذلك أولا الملك هو القائد العالى لقوات المسلح صحيح والعمر الآخر هو رئيس الدولة والعمر الآخر هو من يعيو رئيس الوزراء بالتالي إذا كان نقول من يملك كثيرا يملك الأقل الآن في الدولة الأردنية موظف الفئة العليا اللي مثلي لا يملك من الوزراء تعيين ولا يملك الوزراء الملكية الآن إذا موظفي الدولة اللي من فئة عليا يحتاجوا إلى موافقة جلالك الملك الوزراء الملكية بالتالي من باب أولى أنه قائد القوات المسلحة ومدير المخابرات العامة ونظرا للمهام الجسام اللي يقوموا فيها باعتبار مصمم أمان أنه تعطي لجلالة الملك طب جلالة الملك دستوريا هو قائد على القوات المسلحة هل هناك ما يمنع أنه يعين بواشر الملك يعني في تعرض دستوري ما في الآن العصل في أنه جلالة الملك يمارد صلاحية حسن مادة 40 من الدستور بإرادة ملكية إرادة ملكية موقع من رئيس الوزراء ووزير ووزراء المعنية هذا بالترتيب البروتوكولي الدستوري بالتالي إذا ما في تنسيب من رئيس الوزراء الوزراء جلالة الملك لا يملك هذا المسألة إذا نحكي إحنا أن نوقف عند الصلاحيات كما حصل بعض الدول العربية وصار شلل بالدول أنه من ينسب وصارت بالدول اللي صارت عادية العهد بالديموقراطيات أنه أنا صاحب ما بدي أن نسب فلان إحنا ما بدنا قضيتها التدرج ومسألة أنه ما بدنا لقد لا نصل إلى هذه المرحلة فترة لا بد أن نبني بناءنا لبنى فوق لبنى حتى بعد الأربعة والخمسة نكون جاهزين بالكامل لا نفاجئ بالمسألة علينا أن لا يداهمنا نشوف الأمور قد تتسارع بالسنة يعني التغيير الذي يصير بآخر ثلاث سنوات قد تصار بالخمسين سنة الماضية بالتالي إن نبدأ اليوم أنا أفضل نبدأ بارح موش اليوم حتى بعد الخمس ست سنوات والسبع سنوات عندما تأتي الأمور نكون جاهزين جميل نكون قد استكملنا بناءنا الدستوري استكملنا المؤسسات المتعلقة في وزارة الدفاع وبالتالي نكون إحنا ما في عندنا هذا الفرق التشريعي أنا باعتقادي أنه لا بد من تعديل الدستور ولا بد من نص صراحة على إعطاء هذه الصلاحية ابتداء وانتهاء من جلالة الملك وبالتالي أنه لا يحتاج إلى أي تنسيم رئيس الوزراء ورؤسي المنح حسب المدى 40 دستور عشان نأخذه سياسياً قبل ثلاثة سنوات وانت ذكرت 40 سنة مطالبة فتح الدستور ثم فتح الدستور ثلاثة سنوات ونرجع نفتحه وهذا واضح في رسالة رئيس الوزراء يعني دكتور عبدالنسور واضح جداً اليوم أنه منفتح مادتين على أقل تقدير في الدستور وبالمناسبة رسالة جلالة الملك ما طلبت تعديلات دستورية يعني حكت شو اللي بطلبه جلالة الملك حتى تأخذ إجراءات على أرض الواقع لابد من لتطبيق الرسالة الملكية ذكر صراحة دكتور عبدالنسور أنه أنا بحاجة إلى فتح تعديلات دستورية من ثلاثة سنة عدلنا دستور ونفتح الدستور كمان مرة سياسياً كيف تقرأ ذلك أنا بقرأ أنه شوف الدستور عدل في مراحل معينة ولكن وفق رغبة من فوق في قضايا محددة لغايات محددة في تلك اللحظة وهي كانت تعديلات سلبية إذا بدنا نحكي عن مستوى الديمقراطية والحريات والآخرية بعضها محكوم بأحداث زي احتلال الضفة الغربية وعدم التمكن من إجراء انتقابات إلى آخرية وأحياناً موضوع ولاية العهد وهكذا الآن إذا بدنا نحكي عن الدستور من المناسب أولاً أن نحترم أن الدستور لا يغير كل يوم وليس في كل مناسب وبالتالي إذا بدنا نحكي عن تعديل السوري أنا أفضل أن نقول خلينا بدنا نراجع الدستور من أجل العديل من التعديلات حزمة من التعديلات أو من القضايا التي طلب التعديل زي إيش؟ منها سمح لي معيش أعطيني مثال هلأ قدامنا حالتين عارفينهم بدنا نعديل فيهم الدستور هلأ هناك مطالب إصلاحية بتعديلات أخرى في الدستور حزمنا واجهنا مشاكل وطلبنا رأيي المحكمة الدستورية لأنه مثلاً في العلاقة بين المجلس العين ومجلس النواب في الجلسات المشتركة سلطتها مثلاً في إنشاء مقترح جديد أو لا في إشكالات كثير عم بتصير بين السلطات المختلفة تتطلب توضيح دستوري أنا مع تعديلات في الدستور للتوضيح الآلية التشريعية بصورة أكثر دقة وأفضل مما هو وارد في النص الدستوري طبعاً أسمع وجهة نظرك ديوتور نوفان في ذلك؟ ثلاث سنين عدلنا الدستور نقطع نتكلم فيها أخ جميل هاي مكان النظام الداخلي مرس النواب لا مش بس ما هو سنداً للدستور الدستور مش موضحة يعني في بند في موضوع عندما يكون هناك خلاف ينشأ بين الأعيان والنواب الآن فسرتها معكم دستوري والتفسير أصبع جزء من الدستور يقرأ معه التباحث في صيغة معينة التباحث قد نتفق على صيغة جديدة أنا كنت بعطي مثال أنه إشكالية في النص وتفسير أنا أيضاً مع الألية اللي بنعمل فيها بين الأعيان والنواب وفي الجلسات المشتركة أنا برأيي تحتاج إلى تغيير مش عملية كثير وليست مناسبة يعني هذا موضوع آخر باعتقادة مكان نظام الداخلي المجلسين نواب والعيان لا 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 أيضاً في النص الدستوري ترى أنه لا مشكلة في فتح الدستور فقط للماديتين سيدي الدستور دستور يعني يا مرن يا غير مرن هو جامد دستورنا هو جامد دستورنا جامد ليس مرنان لأنه دستورنا حتى يعدل لا بدنا من توافق ثلاثة إرادات الحكومة ومدرس الأمة وجلالة الملك وفي آلية للتعديل لا بدنا من الثلاثين ومثل التصويت ليس إجراء عادياً لهذا وصفت الدستور بالجامد؟ لأنه إحنا في ثلاثة سنة من نعدله مرتين يعني البعض يقرأ أنه والله يعني متجامد صراحة إذن لا لا مش قضية أنه باللبان عادة أنه الدستور وجد حتى يحكم علاقة السلطات ببعضها وعلاقة فرد بالسلطة إذا وجدت السلطة من خلال علاقتها بالفرد أو علاقة السلطة أنه تمت ضرورة ملحة للتعديل فليكن ذلك لا يعقل أني أكبر نفسي بنص أنا مش مختلع فيه أنا هذا النص إذا وجدت تمت ضرورة بالتعديل بدأت له التعديل حتى يتم أن المجتمع يتقدم يعني التعديل القضية المتعلقة بالهيئة المستقلة للانتخاب هل يعقل هيئة مستقلة ولديها من الأموال والكوادر وتعمل بالكل أربع سنوات مرة بالتعديل إحنا الآن التعديل كان يعني طيب مطلب لحدهم حاجة هيئة المستقلة لكن اسمح لي كما نحكي عن تعديل الدستور وتعديل مواد الدستور وذكرت أغطى مهما الدستور حتى يعدل يحتاج إلى توافق ثلاث الحكومة مجلس الأمة وجلالة الملك ومجلس الأمة وجلالة الملك الحكومة تنسب تصدو الآلة الملكية وعلى مجلس النواب أن يوافق بالثلاثين لا لا إذا مثلا إذا الحكومة تقدمت مشروع وقد وافق مجلس الأمة وجلالة الملك ما وافق لن يمر التعديل صحيح وهذا يضمن أن تبقى أن يبقى الدستور على حاله وأن تبقى صلاحية الحالة الملكة لأنه جلالة الملك عندما تولى عارش أقسى من حافظة على الدستور بالتالي عندما أقسى من حافظة على الدستور الذي يعدل برادته طيح الفرق بين القوانين والقانون حتى إذا لم تصدر في الإرادة الملكية ومظل الوقت بصير نافذ المفعول الدستور لا ينفذ مفعول أي قراء إلا إذا وافق عليه جلالة الملك يعني إذا عدي للدستور بها كل نقطة تحتاج البحث التعديلات ومن ذلك تحتاج إلى وقت بالتأكيد رح نتطرقها لكن بعد أن نتطرق لقضية الهيئة المستقلة للانتخاب والتعديل الدستوري حتى تتوافق والرسالة الملكية